تحارفت ودرت برنامج إلى آخره ولكن تجمع الوطن للأحرار حزب الأصار والمعاصرة وحزب الاستقلال ما الذي يجمع بين هذه الأحزاب الثلاثة؟ والبرنامج اللي تجمعنا بينتنا واتفقنا على واحد البرنامج اللي هو خاد من البرامج الانتخابية هذه الأحزاب الثلاثة وأكد وحنا في حزب استقلال يمكن نعتبره بأن العديد من الأهداف اللي استرنا في البرنامج الانتخابي تم إدراجوها في البرنامج الحكومي باش نحققوها جميع من بينها بالطبع خلق مليون فرصات شغل التركيز عسى إخراج مليون ديال الأسر من الفقر العمل كذلك على تقوية والحفاظ على الطبقة الوسطى العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية العمل كذلك وهذا مبيل أمور اللي أكدنا إليها وهو أن المرأة ترفع النسبة للمشاركة في تنمية الاقتصادية في الإطار إذن كلها دخلت في البرنامج الحكومي اللي اليوم نحن تنطبقه وتانيا كذلك مبيل الأمور اللي تجمعنا وهو أننا كلنا معبئين من أجل إخراج البلاد من الأزمة اليوم كانت أزمة الثقة اللي تقننا لها وضروري أننا نخرجوا منها إن شاء الله فالإطار نسترجع ارتقاء دي المواطنات والمواطنين ونستيقها في البلاد لا بنسبة للشباب ولا بنسبة المستثمرين إلى آخر والحمد لله الأمور بدأت تتحسن رغم الظروف الصعبة التي تنواجوها وأن نرجع لها ثانيا كذلك أننا ندروح لإنعاج الاقتصادي حقيقي اللي غي خلق فورة الشور اللي غي يفتح المجال الارتقاء الاجتماعي بالنسبة الفئات عارضة من المواطنات والمواطنين وثالثا ركزنا كثيرا على هذه النقطة هو الإنصاف اليوم المواطنين يحس بأن هذه الحكومة تردلوا الاعتبار وبأن هذه الحكومة كذلك تقوم بالواجب ديالها باش ممكنها تحسن الأوضاع دياله ورغم الصعوبات اللي هي تتواج وبأن هذه الحكومة كذلك تلعب واحد دور أساسي من أجل تمكينه من الثقة في المستقبل وهذا كله بالأمور اللي هي تجمعناه ومعلوم اللي تجمعناه هو تطبيق نموذج التنموي الجديد وتطبيق معلوم التوجيهات الملكية السامية